أرحب في الاستوديو بمستشار الرئيس بلدية عكا لشؤون العربة سيد عبا زكور أهلا بك سيدي في بادئ الأمر لم تكن أيام سهلة علينا كمجتمع عربي خصوصا في أيام العيد كمية جرائم القتل جرائم إطلاق النار في كل اتجاه في كل بلدة عربية الجليل وسط البلاد النقب كذلك الأمر منطقة المثلث بأي عين وبأي منظور تنظر إلى كل ما يحدث تحديدا في هذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم بداية ننظر إلى كل هذا الواقع بعين تدمع وبقلب ينزف على الشباب الذين يفقدهم مجتمعنا 110 قتل من أبناء مجتمعنا من أبناء شعبنا ومر علينا العيد والعيد وقبل العيد يسبقه أيام تعتبر دينيا هي العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا لم يراعوا حرمة هذه الأيام الأصل التنافس في هذه الأيام على الأعمال الصالحة على الأعمال الطيبة وإذا بنا كما رأينا في رمضان في شهر أربعة ما يزيد عن عشرين قتل لم تراعى حرمة رمضان لم تراعى حرمة العشر الأوائل من ذي الحجة ونحن في مثل هذه الأيام بالذات وقبل أيام كان علينا ومر علينا يوم عرفة وأفضل هذه الأيام في هذا اليوم يقف نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام على عرفة ويسأل المسلمين في حجة الوداع أي يوم هذا فيقولون الله ورسوله أعلم فيقول أليس بيوم عرفة نعم ثم يسألهم أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال ليس بالبلد الحرام قالوا نعم قال فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الدماء دماؤنا الزكية دماؤنا الطاهرة دماؤ أبنائنا أنا أقول لا نحزن لا نقول فقط عندنا مئة وعشر قتلى عندنا مئة وعشر قتلى ونحزن كذلك على هؤلاء لأنهم إما مؤبدون في السجون أو لا يستطيعون النوم لا يستطيعون الحياة وينتظرون الدور أنا أقول وهذا يعني يطلق عليه ربما الضحية وضحية الضحية نتيجة كل ما يحدث من ظروف وعوامل وسياسات كذلك محيطة بمجتمعنا العربي سيدي كنت تتحدث ونتابع على الشاشة قبل لحظات مقاطع مصورة توثق جرائم القتل في المجتمع العربي بات لكل جريمة مقطع مصور يوثق القاتل يوثق ما حدث مع الضحية هذه الصور نراها الآن كذلك على الشاشة كل شيء تقريبا موثق ليلة العيد كذلك الأمر وكأنه كان هناك تنسيق حتى لكل الجرائم في نفس الساعة كانت شفا عمر وكانت الطير وكانت في رهط كيف من الممكن التعامل مع كل هذه المعطيات وسط كل هذا الألم لعل أقول هذا التوثيق يعني وثق لنا القرآن الكريم قتل قابيل لأخيه هابيل وتوثق لنا هذه الصور وهذه الفيديوهات قتل ابن العائلة للعائلة الأخرى الجار لجاره عائلاتهم من نفس البلد الواحدة قاتل ومقتول لعل هذا الأمر أنا أقول الآن علينا دور كبير دور كبير قلت مئة وعشر قتلى ومئة وعشر قتلى علينا كذلك أن نخاطب أنا أقول أظن أظن يجب أن نفكر بالدور الآخر نحن يؤلمنا من فقدناهم ويؤلمنا ما ينتظر من مستقبل لهؤلاء القتل لأن قاعدتنا تقول بشر القاتل بالقتل أنا أعرف والله أقولها لشباب فليسمعوا ذلك والله شهدت جنازة والله الذي لا إله إلا هو وجاء القتل وكان معروف كان معروف للمقتول ولوالده من قتله جاءوا إلى الجنازة ونزلوا إلى القبر وأنزلوا القتيل أنا رأيت والد المقتول قعد على الأرض وقال يا ابني والله ما بأدر أخذ لك حقك ما عنديش قدرة أن تقم لك ولكن بوكل أمرك إلى الله والله العظيم لم تمر سنتين أو ثلاثة إلا وهؤلاء قتلوا الذين قتلوا قتلوا وأن أقول أي حياة هذه التي يعيشها القاتل وهي مفارقة في الدقيقة المتبقية سيدي لن أسأل ما الذي دهان ولكن سأسأل كقياد كذلك في مجتمعنا وفي مدينة لها أهمية ومركزية كبيرة ما الذي تبقى بأيدينا كمجتمع عربي وكأفراد نعم أنا أقول أغلب القتل المقتولين والقتل والقتل هم من المسلمين للأسف الشديد للمسلمين لا توجد مرجعية دينية كل المرجعات الدينية معطلة لا تعمل وأنا أقول هناك حاجة مأسى لعودة وبناء مرجعية دينية كما لإخواننا الدروز مرجعية نحجيهم عليها ودائما عندما يكون قيادة وعنوان لأي مجموعة يكون في ذلك الخير نحن مجتمعنا يفتقد العنوان المركزي المركزي الذي يتجه إليه في الصعاب نحن علينا أن نبني من جديد وأنا أقول أنا أحدهم إذا إحنا تعبنا وفشلنا فلنفسح المجال للآخرين ويجب أن تبنى قيادة عربية دينية جديدة تستطيع أن تخاطب الجمهور تكون بين جمهور المقتولين والقتل وتسعى بين الجميع أنا أقول لماذا نتهم غالبا شرطة نتهم ونعم ولكن ماذا عملنا نحن ما هي برامجنا ما هي خططنا ماذا فعلنا ماذا هي الأعمال التي قمنا بها لنمنع أنا أقول الآن ما يجري في فرنسا مقتول واحد يزائري حرك فرنسا التهبت فرنسا اشتعلت إحنا 110 قتلى ماذا ننتظر بعد ماذا ننتظر بعد إذا لم يحركنا 110 قتلى لن يحركنا شيء يجب أن ننطفض على أنفسنا وهذا النضال الفردي والمجتمعي والمقاومة المجتمعية لكل ما يحدث أشكرك جزيل الشكر يا مرحبا السيد عباس زكور مستشار رئيس بلدية عكا لشؤون العرب يا مرحبا أشكرك جزيل الشركة